ميسي يتصدر عنوان السوشال ميديا ميلان تنقسم إلى نصفين قبل اليورو ديربي وان يستيوجه برشلونة في توكيو هذه الأخبار وغيرها نقدمها لكم من العربية رياضة أهلا بكم استيقظ عشاق وكرة القدم اليوم على خبر انتقال ميسي إلى السعودية بعد انتهاء عقده مع نادي سان جيرما الفرنسي هذا فعلت مواقع التواصل الاجتماعي بقوة مع هذا الخبر كما تصدر واسمه ميسي الترند الرياضي على موقع تويتل الخبر لم يشر إلى النادي الذي سينتقل إليه ميسي لكن تقارير أعلمية عالمية أشارت إلا أنه سيوقع مع نادي الهلال بصفقة تتجاوز قيمته 500 مليون يورو وفي أوروبا لا صوت يعلو على صوت دور الأبطال الصحفة الإسبانية ركزت على مواجهة هالند الذي وصفته بالرجل الألي أمام السحر البرازلي فينيسيوس ويعد الثناء من أهم لاعب العالم حاليا خاصة المهاجم النرويجي الذي يسعى لتحطيم المزيد من الأرقام القياسية بعدما أصبح أكثر لعب يسجل في موسم واحد بالدور الإنجليزي الممتاز المواجهة الثانية ستجمع ميلا وإنتر أو ما بات يعرف باليورو ديربي مباراة ستقسم المدينة إلى قسمين وهو ما حدث بالفعل داخل عربات مترو ميلان الذي قسم إلى نصفين جانب لون بألوان نادي إنتر الأزرق والأسود في الجهة المقابلة برزت ألوان ميلا الأحمر والأسود أعلن نادي برشلون الإسباني خوضه مباراودية ضد نادي فيسل كوب الياباني الذي يلعب له أسطورة البلوغران السابق أندريس إنيستا وسيشارك إنيستا في المباراة قبل أن يرحل عن الفريق الياباني الذي قضى معه خمس سنوات المواجهة المرتقبة ستلعب يوم السادس من يونيو على ملعب توكيو الوطني ترجمة نانسي قنقر